كتر الشكوى يا سادة انتشر بنا دلوقتي بصورة غريبة ويمكن كتر الشكوى عندنا جاي من كتر الاحساس بالمظلومية ويمكن كتر الشكوى عندنا جاي لزيادة الحساسية عندنا بس احنا الشكوى كتيرة رغم ان المصريين كانوا قبل كده وانا الحلقات اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي وكأننا بنجاوب على سؤال اسمه ماذا حدث للمصريين ايه اللي حصل لنا ما احنا لازم اللي هيتكلم فيما يتعلق بوظيفة العالم لازم يتكلم عن اوجاع المجتمع ولازم نتكلم في اوجاع المجتمع مش لازم نتكلم بس في القضايا الكبيرة بس لا وقضايانا اللي هي بتعلق بحياتنا ومفردات حياتنا اليومية لان كل مفرد من مفردات حياتنا اليومية لو كان بعيد عن ربنا او ما كانش فيه رؤية مستنيرة لكيف نعيش في الحياة هتبقى الحياة مليانة ظلام وكل حاجة عن نعملها عن نلاقي عصرة ومش لازم بس نفهم ان العصرة دي هتكون العصرة هي الازل في الطريق لكن كتر الشكوى بتبقى عصرة في الطريق احنا كنا زمان دايما معروفين احنا المصريين بالرضا بالحال وكنت دايما اقول ان المصريين مش بيكملوا عشاهم نوم ده بيكملوا عشاهم رضا لكن ايه اللي حصل دايما يقولوا الشكوى لغير الله مازالة كنا نقول الشكوى لغير الله مازالة واكد الكلام دوت الدكتور محمد دلوقتي اصبح الناس بيشتكوا بتركة كبيرة جدا جدا وبشتكوا في اي حد ويشتكوا في اي مكان بحيث ان لو واحد ما لقاش حد يشتكيله ممكن يشتكل اللي قاد جنبه في المواصلات بما في ذلك ان الشكوى دي هتبقى فيها كشف للأسرار وفضايح وكمان احساس بانك انت مع شخص ممكن ما يكونش فيه اي رابطة تربطك بينه طب ايه اللي يحصل لو واحد ما لقاش حد يشتكيله بيصبق بالايه بالجزع والفزع وساعات بالتصدع وزيادة التوجع ويحس ان الدنيا دقت بيه وللأسف كسرت الشكوى مش من صفات العبد المؤمن الراضي بأقدار الله طب هل ده معناه ان الواحد يفضل ساكت وما يشتكيش من حاجة ابدا لازم يشتكي بس يشتكي للشكوى انها بسميها الشكوى الرشيدة اللي بتكون لرفع الظلم او بيشتكي عشان استشارة يشتكي للشخص ويعمل ساعتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شفاء العيي السؤال ويعمل كمان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن الناس وهو خيركم من تعلم العلم وعلمه يروح يتعلم حاجة جديدة ولذلك الانبياء كانوا عندهم مبدأ ان الشكوى الاساس فيها ان تكون لله انما اشكو بثي وحزني الى الله ولذلك ولذلك اللي حاصل سيدنا ايوبي لم يمسوا الدر اللي حاصل اشتكى لله اني مساني اتضروا وانت ارحم الراحمين انما كثرت الشكوى تخليك تتعود تشوف كل شيء حواليك وحش ومليان سواد يخليك حتى ما تشوفش الابواب اللي ربنا فتحها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها بتطفي انوار النعمة وكمان تقفل عليك ابواب الحلول وتحس ان انت الاقدار دي جاية عشان تسرعك وبتضطر هقول لكم حاجة معروفة عندنا قوي قوي واحنا بنعمل الاستشارات للناس الشخص اللي عنده قطر الشكوى بيتطر يقلب الحقائق عشان يبقى مناسب لقضية الشكوى قلة الشكوى بتقلل قناعة الانسان ورضاه وتفتح ابواب اليأس والكآبة وكان زمان قال لنا يقولوا لنا ما تشتكيش لعدو يشمت فيك ولا تشتكي لحبيب يزعل عليك تب تشتكي المين رب العالمين الذي بيده مقاريته السماء والارض والذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وغرط في الاثر ان من رحمة ربنا بالغريب اللي ما اشتكاش لا احد جنبه كان في زمن سيدنا موسى عليه السلام شاب عصر الله سبحانه وتعالى وكان مسرف على نفسه فاخرجوه من بينهم لسوء فعله فجت له الوفاة في خراب على باب البلد فاوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى عليه السلام ان وليا من اولياء حضره الموت فاحضروه وغسلوه وصلي عليه وقل لمن كثر عصيانه يحضر جنازاته لاغفر لهم واحمله الى الاكرم مسواه فندى موسى جمع بني اسرائيل سيدنا موسى فكسر الناس فلما حضروا وعرفوه فقالوا يا نبي الله هذا هو الفاسق الذي اخرجناه فتعجب سيدنا موسى من ذلك فاوحى الله اليهم الى سيدنا موسى وليهم صدقوا وهم شهدائه الا انه لما حضرته الوفاة انه هذا الشخص لما حضرته الوفاة الا حصل في هذه الخرابة نظر يمنة ويسرة فلم يرى حميما ولا قريبا ما شفش حد ورأى نفسه غريبا وذليل ووحيد فرفى بصره الى الله وقال الهي عبد من عبادك غريب في بلادك لو علمت ان عذابي يزيد في ملكك وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة وليس لي ملجأ ولا رجاء الا انت وقد سمعت فيما انزلت انك قلت اني انا الغفور الرحيم فلا تخيب رجائي فلا تخريب رجائي فكان الحلوة ايه ان جعل الله له هذه المكانة ان يصلي عليه النبي ويجمع الناس كلهم فإن لحصل فلازم نعرف انه لما اشتكى الى الله فرّج عنه احنا لازم نتعود على هذا الامر وسيدنا عقوب لما اشتكى الى الله ردى اليه بصره يبقى اذا لازم نسلك هذا المسلك على الدوام اياك تحس ان شكوتك الى الله هتضيع لكن هو العبد اذا اشتكى الى الله سبحانه وتعالى فرّج عنه سبحانه وتعالى يبقى لازم نتعود على ده ونتعود على ان الشكوى الى الله نوع من انواع ماذا مش نوع من انواع بس التنفيس لكن نوع من انواع ترشيد التفكير واصلاح القلب وعشان كده بلاش تكتر الشكوى للناس لان ده ممكن يخلي عندك احساس بالمظلومية جديدة طب احساس بالمظلومية اعمل لي ايه يخليك تشوف كل حاجة بتعديك تشوف كل حاجة بتضيع منك يبقى ايه اللي حاصل ان كسرة الشكوى تجلي بالهم فاكرين الصحابية الجليلة خولة بنت سعلبة اللي راحت تشتكي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ربنا قال كلمة مهمة جدا في حكايتها قد سامع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وعشان كده دايما بننصح بالشكوى في حالات قليلة زي ما اخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه جاره فقال يا رسول الله ان جاري يؤذيني فقال اخرج متاعك فضعه في الطريق طريقة عبقرية فاخرج متاعك فضعه في الطريق فاخرج متاعه فوضعه في الطريق طريقة عند العرب ان الواحد وكأنه خلاص هيضيع فجعل كل من مر عليه قال ما شأنه قال اني شكوت جاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ان اخرج متاعي فاضعه على الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه قال فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال ارجع فوالله لا اؤذيك ابدا يبقى دي احوال محددة الشكوى تكون عند القاضي الشكوى تكون عند الخبير لكن الانسان لما يكتر الشكوى في حاجات مهمة جدا بتموت فيه الامل بيموت الامل في الانسان وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم الانسان ان الشكوى لا تكون الا في حدود ضيقة وان الانسان لابد انه يغير من هذه المسألة